موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله هنبدأ في اول حصة واول درس في شرح اه دروس الحساب زي ما قلنا طبعا المقدمة بتاعت الدرس الاول اه النهاردة ان شاء الله هناخد اول حاجة بتتكلم عندنا حاجة اسمها النسبة حاجة اسمها النسبة وطبعا انا زي ما قلت قبل كده لازم نحفظ جدل الدرب عشان تعرف تحل ولو انت بتاخد درس او لو انت اه حد بيشرح لك وقال لك الدرس ده سهل وهيتحل بالقال حسبة هو درس سهل بس مش بالقال حسبة ما ينفعش تحل بالقال حسبة زي ما قلنا طبعا في الدرس الاولاني بتحفظ جدل الدرب عشان تبقى شاطر وكويس لان ساتة بتدقي هي بيعتبر تمهيد لقول اعدادي هنبدأ الدرس على طول هنشرح على طول اعتمل على نفسك ويفهم وركز هو بالزبط يعني دقايق بسيطة هتخليك تعرف الدرس ده وهتفهم الدرس اللي بعديه واللي بعد بعديه لانه اهم درس الدرس الاولاني ركز بس وان شاء الله هتلاقي كل حاجة سهلة اول حاجة بنتكلم عندنا حاجة اسمها النسبة حاجة اسمها النسبة يعني نسبة النسبة في التعريف بتاعها هي المقارنة بين كميتين من نفس النوع او الوحدات يعني ايه? النسبة دي يعني مسلا عاملة بالزبط كده زي المقارنة اقارن. اقارن بين حاجتين يكونوا من نفس النوع. بمعنى ان انا اقارن ما بين الطلبة وبعضها في الدرجات. اقارن ما بين مسلا الفاكهة وبين بعضها. يعني ما ينفعش اقارن مسلا ما بين كيلو طفاح وما بين كيلو حديد. ما ينفعش لان الدول مش من نفس النوع. ما ينفعش مسلا اقارن ما بين الانسان واقارن ما بين الحيوان. واقول من الاشطر الطالب فلاني ولا اه الحيوان فلاني. لا طبعا ما ينفعش. المقارنة هي ان انا اقارن او النسبة اقارن من كميتين من نفس النوع او الوحدة. يعني ايه لوحدة? يعني زي ما قلنا الوقت برضو من شوية يعني اقارن ما بين مسلا اه خمسة متر قماش واقارن برضو ما بين زي عشرة متر قماش خمسة وعشر. لازم يكونوا من نفس النوع. ما ينفعش اقارن ما بين خمسة متر قماش وخمسة كيلو حديد. او خمسة كيلو فكهة. ده طبعا حاجة وده حاجة. ده طول وده وزن. فما ينفعش. ده معنى كلمة النسبة. هو مستر ممكن يجيل في الامتحان التعريف اه طبعا ممكن يجي يقول لك تعريف النسبة هو كزا. عادي. المقارنة بين كمياتين من نفس النوع او الوحدات. طيب النسبة ديت لها شكلين. النسبة لها شكلين او لها صورتين. تاني. النسبة لها صورتان. صورتين. او شكلين. الشكل الاولاني بتاعها والمتعرفة عليها لما اجا اقول لك مثلا ايه? ديت او ديت. اكاسم عاجي. دي اسمها تلاتة على خمسة. دي اسمها تلاتة على خمسة. ودي اسمها تلاتة والنقطة التين دولات اسمها الى. خلي بقى خلي بالك عشانا احنا نستخدمها كتير. دي او دي. تلاتة على خمسة هي هيها تلاتة الى خمسة. تلاتة على خمسة هي هيها ايه? تلاتة الى الرقم الذي يسمى هذا 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 الرقم الذي يسمى مقدم النسبة وده اسمه تالي النسبة. ده برضو نفس الكلام. الحد الاول وده الحد الثاني. مقدم النسبة وده اسمه ايه? تالي النسبة. طيب ده النسبة. وقلنا لها شكلين يا اما اقول تلاتة على خمسة هي هيها تلاتة الى خمسة. لما اجا اقول مسلا خمسة على سبعة هي هيها خمسة الى ايه سبعة. طيب. يعني ايه النسبة بقى? النسبة احنا نفسنا خمسة. اني انا الشكل ده او الرقم اللي قدامك ده الابسط صورة. وطبعا بعناعلم ان احنا لسه هناخد خواص النسبة. ازاي السؤال بيجي في الامتحان? السؤال بيجي في الامتحان ويجي يقول لك اوجد النسبة في ابسط صورة. اوجد النسبة في ايه? ابسط صورة. ويقوم ايلك ايه بقى? تعالى بقى. السؤال التاني اه السؤال ده يجي بالشكل كده اقول لك مثلا خمستاشر الى تلاتين. خمستاشر الى تلاتين. اوجد النسبة ديت في ابسط صورة. يعني وصلي الرقم بحيث الرقم ده ما ينفعش ان هو ان هو يبقى الاسم على اه على اي حاجة تاني. يعني اقسمه. بسطه. دي معنى كلمة ايه? النسبة في ابسط صورة. وهنا مربط الفرس بقى. هنا مربط الفرس بقى. لانه كله بيستخدم قلة حاز بقى. او في طلبة ما بتعرفش تحل. بتلاقي المدرس اه يبقى ايلك على كزا وده على كزا وده على كزا وده على كزا وله هو فهم حاجة. بالراحة كده هتلاقي المسألة سهلة سهلة جدا وجاي معك قوي. قول نفسك ايه في ايه بديك خمستاشر في جدول الضرب. ايه في ايه بديك خمستاشر? ايه في ايه في جدول الضرب? ايه في ايه بيساوي خمستاشر? هتلاقي مسلا بتقول تلاتة في خمسة اكتب كده بخط صغير كده تلاتة في خمسة. طب والتلاتين التلاتين بقى? التلاتين? ايه في ايه بيديك تلاتين? طب فيه انا عندي التلاتة في عشرة. وفيه عند الخمسة في ستة. وفيه عند الواحد في تلاتين. وفيه عند الاتنين في خمستاشر. طب انا هستخدم انها. هستخدم دي ولا دي ولا دي ولا دي? هجيب اي واحدة? لا طبعا مش هجيب اي واحدة. انت كده مصر صعبت المسألة. المستعبتاش ولا حاجة اسمع بس للاخر وبعد كده ابقى انت احكم المسألة صعبة ولا سهلة طب تلاتين عايز اجيبها هتبص على الرقم الاولان اللي انت جابته ده انت جابت هنا تلاتة وجابت هنا خمسة يبقى التلاتين علشان تجيبها هتلاقيها يا اما في جدول التلاتة يا اما في جدول الخمسة طب يا مصدر انا عندي هنا التلاتة التلاتة في عشرة وعند الخمسة الخمسة بستة اختار انهى خد الكبيرة يعني ايه اخد الخمسة في ستة خلاص فينا رقم متكرر صح من رقم متكرر الخمسة صح او مقايل على الخمسة وطير دي وطير دي عشان المتكرر المتشابه طيرتهم وقلت على خمسة تفضل هنا تلاتة وتفضل هنا ايه ستة التلاتة ايه في ايه بديك تلاتة ايه في ايه بديك تلاتة هتقول لي مسلا واحد في تلاتة تمام وايه في ايه بديك ستة ايه في ايه بديك ستة الاتنين في تلاتة تمام من المتكرر التلاتة او هنا على تلاتة واشتبها اتفضل هنا واحد وتفضل هنا ايه اتنين خلاص كده الرقم ما ينفعش تقبل اسمه خلاص كده انا وصلتها لابسط صورة واحد الى اتنين واحد الى اتنين او واحد ايه على الاتنين طب تمام هتقولي هي بس المسألة كده هي بس المسألة كده وخلاص المسألة خلصت والدرس خلص هتقولي مصر برضو مش فاهم. طيب لسه لسه. طيب لو انا جت قلت لك مسلا اه انا عايز ما بين الواحد وعشرين والتسعة واربعين اوجد النسبة في ابسط صورة. الواحد وعشرين وتسعة واربعين. ايه في ايه بديك واحد وعشرين? هتقول لي تلاتة في سبعة. وايه في ايه بديك تسعة واربعين? هتلاقي ايه 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 لما اجا اقول لك اه انا عايز اتناشر الى اربعة وعشرين. ها? اتناشر الى اربعة وعشرين. كم في كم بديني اتناشر? وكم في كم بديني اربعة وعشرين? كم في كم بديني اتناشر? هتقول مسلا الاتنين في ستة. طب كم في كم بديني اربعة وعشرين? هتقولي الاتنين في اتناشر? خد الكبيرة بقى الستة. هتلاقي اربعة في ستة. هتلاقي هنا متكرر. الستة دي تروح مع الستة دي وقول على ستة. اتفضل لي اتنين وتفضلي اربعة. بتابع الاسمة? اه لسه بتابع الاسمة. يبقى بكام? هنا الاتنين ديت عبارة عن اتنين في واحد. والاربعة اتنين في اتنين. اشيدي المتكرر اللي هو على الاتنين. يتفضلي واحد الى ايه? اتنين. يبقى واحد الى اتنين. يبقى دي اول صورة او اول مسألة بييجي في مسائل النسبة. طيب. الشكل التاني? ايوه اخد الشكل التاني. لو بيجي اقولك مسلا عايز النسبة في ابسط صورة ما بين الخمسة على ثلاثة هنا اتنين على الاربعة. كسور يعني. خدوا الخلاصة. ماشي والمسألة دي يعني بتمشي او الحل اللي انا هقوله بتمشي في جميع المسائل اللي هي بكسور. اعمل مقص. يبقى حل المسألة هنا اقول ايه? اعمل مقص. واضرب ده في ده واضرب ده في ده. الاربعة في خمسة بعشرين. والاتنين في تلاتة بستة. بس. يبقى ضربت انا الدرب واقوله ضرب. عمرها بيكون مسلا زائد او ناقص هي على طول ضرب. اربعة في خمسة بعشرين والاتنين في تلاتة بستة. ايه في ايه بديك عشرين? عندك الاتنين اه? الاتنين في عشرة. طب يا مستر ما كتبتش ده الاربعة في خمسة. ما الاربعة في خمسة بعشرين. بس انت عندك هنا الستة. الستة دي الاتنين في تلاتة. عشان يبقى اتنين واتنين. اقول له مستر صعب علي في الاول كده بس. حل كتير هتجي تبصت للمسألة بقت سهلة. بقت عشر الى تلاتة او هي هي عشر ايه على تلاتة. دي او دي. خلاص? خلاص? يبقى ديت مسألة الكسور ان انا بعمل ايه مقص? طيب. كمان مسألة الكسور. لما اجا اقول مسلا النص وهنا مسلا اربعة وخمس. لا دي لسه عبادة على شوية. اعمل برضو ايه مقص? الواحد في الخمسة بخمسة. والواحد في اتنين باتنين. خلاص المسألة كده خلصت لانها ما بتقبلش الاسمة على حاجة. طيب. افرد بقى جاب لعدد صحيح وكسر. ازاي? لم يجي قولي مسلا اربعة ونص الى اه اه تلاتة واتنين على خمسة. خلي بالك. خلي بالك. اربعة ونص الى اه تلاتة واتنين على خمسة. طبعا المسألة ديت انا بقولها هوت قبل ما حلها بتتحل بطرق كتيرة. وبتتحل بالعلامة العشرية. بس انا انا ما فضلتش العلامة العشرية عشان هتتلغبط فيها. وهتضطر في الاخر تستخدم على حسبة. بس احنا برضو هنحلها بطريقة المقصة. بس هنعمل حاجة في هنا مشكلة. ايه المشكلة? هي المسألة اللي لو كانت جيت لواحد على الاتنين واتنين على الخمسة زي اللي فوقها وهعمل مقصة وخلاص المسألة خلصت على كده. يبقى كده تمام. طب ايه المشكلة هنا? المشكلة في الاربعة والتلاتة. يبقى لازم ان اتخلص من الاربعة والتلاتة. اتخلص من هم ازاي? عن طريقة حاجة اسمها رفع الكسر. ارفع الكسر? ارفعوه? اه ارفعوه. اتخلص من الاربعة ديت. ازاي? هقول لك ازاي? رفع الكسر عمل بالزبط لما انت تشيل اخوك الصغير. بتشيل اخوك الصغير بتشيله منين? من دماغه ولا من رجله? بتشيله من رجله. صح ولا لا? هنا بس لابت اللي احنا هنعملوها. هعمل شرط الكسر. تحت هنا في المقام اتنين او مكتب اتنين. زي ما هي. زي ما هي. ما بيشفق اي مشكلة. واضرب دف ده? اه. واجمع مع الفوق. عارفك انت اخدها في سنة رابعة? اضرب واجمع. يبقى اي اتنين في اربعة تمانية واحد. وزاعد واحد واحد يديني التسعة. ايه لا شرط الكسر. هنا خمسة اما انكتب هنا خمسة. اضرب واجمع. تحتها في خمسة بخمستاشر. زي الاتنين يديك سبعتاشر. واعمل ايه? اعمل مقص. اضرب ده الاول يا عليمين. خمسة في تسعة بخمسة واربعين. والتنين في سبعتاشر. اتنين في السبعة. اربعة معاية الواحد. الواحد في اتنين باتنين واحد بقى كام? بقت اربعة. وثلاثين. هاذي اطرب تيه بلا اسمه? لا خلاص. وصلت لحد كده. ووقفت لحد كده. يبقى هنا ايه فكرة المسألة ان انا برفع الكسر. انا بعمل ايه? برفع الكسر. اضرب وجمع. يبقى احنا كده خدنا تلات افكار. الفكرة الاولية ان انا بشوف جدول الضرب اللي هي المسألة العادية. بعد كده لما بيجيب لي الكسر بعمل ما قص. لما بيجيب لي عدد صحيح بارفع الكسر ارفع الكسر اسمعها ارفع الكسر. خلاص اولاد? طيب افرد مسلا ام ايه لودة ايه? ايوة. خمسة ايوة. اتنين على مثلا آآ اتنين على تلاتة. خمسة وتنين على تلاتة. سهلة جدا. دي اصلى على واحد. ايه? ايه? اي رقم في الدنيا اصله على واحد. اي رقم في الدنيا? اصله على واحد. طب بعد كده اعمل ايه? اعمل مقص بقى? ده بدأ اللي يعني مين الاول? تلاتة في خمسة في خمستاشر. والواحد في اتنين بايه? باتنين. خلاص انتهت. ما عادش طبعا بتقبل اسم على حاجة خلاص بها كده. بس كده. بس كده. طب تاني كده. لما يقول لك مسلا اتنين ونص الى اربع. مشكلة ده ايه? ارفع الكاس. لازم ارفع الكاس. اهو. الاتنين دي تحت هنا اتنين. اضرب واجمع معرفة اتنين في اتنين باربعة واحد بقى خمسة. ودي اربعة اصلا اربعة على واحد. واعمل ايه? مقص. الواحد في خمسة بخمسة. والاتنين في اربعة بتمانية. بص بقى ايه? ركز معي. انت كده احنا هنقف لحصة لحد هنا وهنقف لحد كده عشان تبقى حصة خفيفة خفيفة كده في الاول. عشان مش عايزة تديل افكار كتيرة. انا عايزة تنقل ورايا. يعني بعد ما تخلص الفيديو وتنقل ورايا. وتذاكر منها. واللي انا بقوله انت تكتبه في الجنب كده باللغة العامية. طيب. لو انت في المدرسة او لو انت بتاخد درس برا. هتسمع حلول كتيرة قوي. وهتسمع افكار كتيرة قوي. اه هتحلي بالطرقة ديت. المتعرف يعني انا بقول لك هوات من قبل حتى ما يحصل الموقف. هتلاقي مدرسين يقول لك ده غلط. الطرقة دي غلط. ماسمعش كلامه. انا بقول لك هوات وعلى مسئوليتي. هتلاقي لو انت بتحلي بالطرقة ديت. لان تفهم درسين هم هم ايلك المسألة ديت احاولها العلامة عشرية. ودي معرفش اعمل ايه? واعمل كزا ايه? وتجي تبص تلاقي المسألة طويلة ومبهوقة منك ولا انت عارف حاجة ولا انت فهم حاجة. ولو عرفت تحلي مسألة مش هتعرف تحلي بقية الافكار لان النسبة دي هتفق افكار كتيرة اوي 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 اوي. فانت اخدس احنا احنا بناخد السهل الممتنع واللي كان معاني من السنان اللي فاتت عارف ان انا بحاول بجيب بقدر امكان طريقة سهلة. في المدرسة هتلاقي قولك انت رأي دي غلط. في الدرس هتلاقي قولك انت رأي دي غلط. بسمعش الكلام. وصق فيها بازن الله. وصق في الحل ده. وان شاء الله هتبقى اكواس جدا. حل صح واكيد. ولو انت ماشي معايا اول باول هتلاقي تحس تلاقي مادة حساب ديت مادة سهلة جدا وتفها جدا. الكل قاعد بيشتكي منها. وانت الوحيد اللي انت آآ عارف ومتأكد ان المسألة سهلة او المادة سهلة. آآ عشان كده انا عايزك تركز وتكون معايا اول باول ولو حاجة حصلت اكتب لي وقل لي وكلمني. تمام? يعني مسلا حصل كزا موقف كزا? لان انت هتسمع حاجات كتيرة وبزات سنة ستة. بزات سنة ستة. في الفصول وفي المدرسة هتجي تبص وتلاقي يقول لك لأ ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط حلي بالطرقة بتاعتي اللي هي الطرقة الصعبة. اشوفك بالخير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة